ثاني حاجة أنا جايب ليك الليلة كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي عشان أوريك أصلي منهج التصوف وين؟ وده من أكتر العلماء اللي ردوا على الصوفية في الحتة دي واروك المنشأ الأساسي للتصوف ابن الجوزي رحمه الله تعالى رد في أكتر من فصل وأكتر من مئتين صفحة على الصوفية أذكارهم وأورادهم وطريقة عبادتهم وتكلفهم وحياتهم كلها رد عليها من بداية قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد قال المصنف الصوفية من جملة الزهاد وقد ذكرنا تلبيس إبليس على الزهاد إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال وتوسموا بسمات فاحتجنا إلى إفرادهم بالذكر والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكل أضي طريقة أهل الضلال إنه ما بيجو بورك الضلال مباشرة لكن بيلبسوا ليك توب تعزور زي الصوفية شاكد قال لك كان ابتداؤها الزهد الكل ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرأ فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد دي زي الليلة الزوايا بتاعت الطرق الصوفية أشغالين فيها لعب وشغالين فيها نقزي ونطير قال لك مال إليهم العوام لما يظهرونه من التزهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب قال فلابد من كشف تلبيس إبليس عليهم في طريقة القوم ولا ينكشف ذلك إلا بكشف أصل هذه الطريقة وفروعها وشرح أمورها والله الموفق للصواب قال المصنف كانت النسبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والإسلام فيقال مسلم ومؤمن ثم حدث إثم زاهد وعابد إثم ذاهد زاهد وعابد ثم نشأ أقوام نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا بها وأخلاقا تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة ودي تخد تليت حط خط لأن أنا حاجة أوريك النسبة لمنك اسمه صوفة واسمه الغوث ابن مر فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية ده سبب التسمية سبب التسمية صوفية نسبة ليه صوفة قال المصنف رحمه الله وعلى هذا كان أوائل القوم كانوا على الزهد قال فلبس إبليس عليهم في أشياء ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم فكلما مضى قرن زاد طمعه في القرن الثاني فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن لحد ما تمكن الليل من الطرق الصوفية والناس ده العبارة عن أتباع الإبليس كيف ده يكونوا بيحققوا منزلة الإحسان ودي مرتبة أعلى من مرتبة الإيمان لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى على سبيل المراقبة قال وكان أصل تلبيسه عليهم أن صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العمل ناس محجوبين من العلم عشان كده بتلقى في التصوف كل الجهل في التصوف عشان كده بتلقى فيهم الشرك بالله بتلقى فيهم البدع بتلقى فيهم أشكال وأنواع من المعاصي والعياذ بالله